حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الستوديو الأستاذ مصطفى البدري الخبير في الجماعات الإسلامية أستاذ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا بك في شاشة قناة دار الإيمان الدراسة وسمعنا التقرير منذ قليل تقول إن معظم عناصر التنظيمات الجهادية أو الإرهابية حسب وصف الدراسة الأممية لا تعرف الكثير عن دينها يعني نحن بغض النظر عن ربما الخلاف الجذري مع هذه العناصر ومع هذه التنظيمات ما تقييمك لهذا الحكم؟ هو ظالم أم عادل أم غير دقيق إلى حد ما؟ بسم الله الرحمن الرحيم اتداء هذا التقرير سطحي إلى أقصى درجة وما كنت أتخيل أن يصدر تقرير عليه توقيع الأمم المتحدة بهذه السطحية أو بهذه السداجة طبعا هذا العنوان الذي عنوان به تقريرهم لا علاقة له بالمضمون في الحقيقة أنت تتعجب أنهم يضعون عنوان أن عناصر داعش سطحيون في معرفتهم بالشريعة ثم تدخل في تفاصيل التقرير تجدهم يتكلمون عن أمور اقتصادية وأمور سياسية وأمور اجتماعية تجدهم لا يتكلمون عن داعش فقط إنما يتكلمون عن كل الحركات الجهادية الموجودة على الساحة السورية أو حتى على الساحة الإسلامية عموما فهذا عجيب وغريب يعني أنت تصدر عنوان تجذب به العموم المسلمين قد يصدقوك في هذا العنوان وقد يكون في هذا العنوان شيء من الدقة والصحة لكن عندما تدخل في المضمون تفاجأ بأنهم يتعاملون بنفس الطريقة في الجور والظلم على الحركة الإسلامية عموما لا تراهم يتكلمون عن النشأة والتأسيس المتعلقة بداعش أو أسباب ظهورهم على الساحة لأنهم يعرفون إذا تتركوا إلى هذا العنصر سيتكلمون عن الظلم الذي يمارسه الغرب على الدول العربية والإسلامية قبل الذهاب إلى التفاصيل يعني ربما يعني التقرير كانت عينته التي أخذها للحديث عن هذه التنظيمات 43 عنصر يعني هذا عدد لا يذكر يعني وستكلم عن عشرات الألاف من الجهادين بين قوسين تريد أن تجري تقريرا صحيحا لابد أن تجري استطلاعا بين شريحة واسعة من أبناء هذا التنظيم ثم أنك تجد خطأ كبير جدا كبير أنهم يتكلمون عن مسألة الظروف الاقتصادية وكأن الذي كان يعيش في بلده كان يعيش في فقر ويعني حالة مدقعة ثم ذهب ليعيش في الطرف والرفاهية في ظل حالة من الحرب إذا رجعنا إلى أصل التأسيس ظهر تنظيم داعش في 2003 لما أعلن أبو مصعب الزرقاوي الحركة الجهادية هناك كانت مواجهة للاحتلال الأمريكي وكانت الحالة العراقية يعني مليئة بالبؤس بالنسبة لكل من يفكر الذهاب إلى هناك والمشاركة في الحالة الجهادية تطور التنظيم بعد ذلك في 2006 وحاول أبو مصعب الزرقاوي أنه يجمع كل الفصائل السنية تحت مسمى مجلس شورى المجاهدين لكنه قتل وجاء أبو عمر البغدادي الذي بدأ في خط آخر قد يختلف قليلا عن خط أبو مصعب الزرقاوي في هذه المراحل لم يكن للتنظيم دولة فيها قصور وفيها فيلات وفيها حمامات سباحة وفيها رفاهية وفيها طرف مثل ما يصور هذا التقرير فكل العناصر التي كانت تنضم للتنظيم في هذا الوقت كانت تترك حياة وأغلبهم في الحقيقة من دول أوروبا كانوا يتركون حياة فيها رفاهية وفيها طرف وفيها دعا ويذهبون لكن أنت تتكلمت منذ قليل عن الأوروبا مع المجاهدين العرب الذين انضموا للتنظيم الذين كانوا يعيشون تحت جور وتغيان الحكام مؤخرا في تنظيم الدولة انضم كثير من المقاتلين لهذا التنظيم من دول أوروبا والتقرير أغفل أن هؤلاء كانوا يعيشون في رفاهية فعلا في دول أوروبا لكن التقرير يقول بالمقابل هؤلاء يجهلون شؤون دينهم بغض النظر عما تحدثنا عنه من تهميش سياسي واجتماعي وغير حقيقة أنهم يجهلون شؤون دينهم هذه ليست فقط عند أعضاء التنظيم بل حتى عند القيادات الشرعية للتنظيم ومن يستمع إلى قطابات القادة الشرعيين على تتابعهم يعرف كم السطحية الرهيبة التي يتعاملون بها مع النصوص الشرعية ومع مقاصد الشريعة وكيف وصلوا إلى هذه الدرجة من تكفير عمو المسلمين ومن استحلال دماء عمو المسلمين بل حتى من استعداء الدول التي لا تشارك في الحرب على الإرهاب كيف تفننوا في استعداء اليابان واستعداء كوريا واستعداء دول ليست مشاركة أصلا في التحالف الأمريكي للحرب على الإرهاب بقتل صحفيين أو بقتل مواطنين ينتمون إلى هذه الدول عندهم حالة من السطحية ليست فقط في فهم الشريعة بل في فهم أصول الحياة لا يعرفون كيف يعيشون أصلا كبشر ويعني أناس داخل إطار الإنسانية لا يعرفون كيف تؤسس الدول وكيف تقام الدول وكيف تثبت هذه الدول وتستقر يعني هم أخذوا طريق لانهيار بكل حذافيرهم استعدوا الجميع استعدوا حتى الحركات السنية الحركات السنية المسلمة التي كانت تعيش حولهم استعدوها وبدأوا بقتالها وتمددوا وتوسعوا داخل الأراضي السورية على حساب مناطق كان يسيطر عليها قوات مجاهدة هل ترى أن الغرب يحاول إيصال فكرة أو يحاول الترويج لفكرة أن هؤلاء فعلا مهمشون سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وإلى ما هناك نفس التهمة التي كنا أو كان يروج لها بإطلاق الصهاينة كانوا يروجون لهذه التهمة على الفدائيين إبان الانتفاضة الفلسطينية الذين كانوا يذهبون يفجرون أنفسهم في اليهود الغرض الأساسي من التقرير هو الحيدة عن أسباب النشأ والتنظيم لأنه لو تترق لأسباب النشأ والتنظيم وما يفعله الغرب من منع المسلمين من أن تكون لهم دولة تحكم بالشريعة وأن يظهر الإسلام ظهرا حقيقيا وأن تتحرك الحركات الإسلامية السنية بشكل طبيعي لكان الأمر مختلفا لو أن الغرب وجد أو تترك المسلمين يحكمون أنفسهم بأنفسهم لما ظهر تنظيم داعش هم لا يتترقون إلى هذه النقطة خاصة ترى الغرب لا يترك أي مجال حتى للديمقراطية التي يزعمونها والتي يرفعون رايتها تنشأ في البلاد العربية وكل بلد عربي يحصل فيه ثورة أو يحصل فيه ديمقراطية تأتي بحركة إسلامية ينقلب عليها الغرب ويدعم الغرب العسكر في إسقاط وإهدار حقوق الشعب في هذه الأماكن ما السبب الحقيقي لظهور تنظيم داعش لأن الشباب المسلم لا يجد متنفسا يقوم من خلاله بحياته الكريمة التي يريدها كمسلم يحكم نفسه بنفسه يختار رئيسه يختار ممثليه يختار حكامه هذا غير موجود في الدول العربية هم لو تطرقوا إلى هذه النقطة لظهر ظلمهم وجورهم وأن البلاد المحتلة ما زالت إلى الآن تتحكم في مقدرات الدول التي كانت تحتلها عسكريا قبل ذلك وما زالت تحتلها ذكريا إلى الآن وهذه التنظيمات بمناسبة هذا الكلام نشأت بعد حقبة الاستعمار الاستعمار الذي أتى إلى البلاد ونهب مقدراتها وجعل الشباب يهاجرون إلى الغرب بالمقابل هو لم يعطيهم هامشا من العمل السياسي في الغرب وهمشهم اقتصاديا فماذا أمام هؤلاء الشباب ليتصار؟ يعني قد يكون التهميش الاقتصادي هو أضعف الأسباب التي ممكن أن تدخل في إطار تأسيس مثل هذه التنظيمات لكن في الحقيقة لما كان الاحتلال موجود بشكل عسكري وقرر أن يترك بلادنا بالشكل العسكري لكنه يظل محتل فكريا وثقافيا وحتى دينيا طبيعيا أن تنشأ مثل هذه الجماعات وأن تدخل في صدمات مع حكوماتها التي يحكمها فلان اللي اسمه محمد أو اسمه أحمد أو اسمه إبراهيم ينتمون إلى الإسلام فتحدث الصراعات والنزاعات داخل الأمة الإسلامية من مع الحاكم ومن ضد الحاكم يعني الحركة السلفية حتى أثر في مثل هذا التقسيم يعني لما ظهر بعض السلفين الذين يقولون لا بد من السمع والطاع للحاكم طالما أنه مسلم جاءوا لنا بمن يسمى بأسماء المسلمين حتى يظل حكم الاحتلال قابعا فوق رؤوسنا لكن بأسماء مختلفات تقصد الحركة المدخلية؟ الحركة المدخلية طبعا يعني هم يحاولنا الاستيلاء على مسمى السلفية أنا رجل سلفي وأعتز بعقيدات السلفية لكن المداخل والسلفية الخليجية تحاول الاستيلاء على مسمى السلفية وحصله في فكرهم لا نود أن ندخل في هذا الإطار الغريب بالأمر أن الغرب الذي وصل إلى نتيجة أن أسباب ظهور هذه التنظيمات اجتماعية وسياسية واقتصادية يقدم حلول أمنية فحسب ترى فقط يجيش الجيوش ليضرب هذه التنظيمات لا هو يجيش الجيوش لدعم هذه التنظيمات الحلول الأمنية لدعم التنظيمات نعم نعم الحلول الأمنية هي وقود تغذية هذه التنظيمات يعني كلما وجهت بالقمع كلما تعاطف الشباب المسلم معها أكثر لأن أغلب الشباب المسلم لا يعرفوا دينهم عرفة صحيحة لا يتعمق ولا يتفقى يرى أناسا يظلمون وأسلحة ضخمة جدا تحارب هؤلاء الأناس فتعاطف معهم ويفكر في الانضمام إليهم أو يفكر في السفر للتعايش في بلادهم ففي الحقيقة الحل الأمني يجذر هذه التنظيمات ويقويها أكثر لا يقضي عليها الحلول الفكرية هي التي في الحقيقة تواجه مثل هذه التنظيمات وإذا وجهت بالقوة تواجه بالقوة يعني لا بأس سيدنا علي بن أبي طالب لما خرج الخوارج عليه انتبه الخوارج كانوا يكفرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا فعل معهم لم يقاتلهم ولم يرفع سلاحا عليهم بل قال لهم إن لكم علينا ثلاث خصال ألا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله وألا نمنعكم الفيء ما دمت أيديكم مع المسلمين يعني هم يشاركون في القتال مع المسلمين لا نمنعكم حقوقكم في الفيء وألا نبدأكم بقتال لا نبدأ نحن بقتالكم في المقابل لما خرج الذين زعموا أنهم شيعة علي وقال له علي علي رضي الله عنه قتلهم علي لم يقتل الخوارج لأن مشكلته معهم مشكلة فكرية يواجهها بالفكر ويعلم المسلمين أصول ديني وهذه مهمة تقع على عتق العلماء نعم صحيح لما خرج الذين يعتدون على حق إلى حق الرب سبحانه وتعالى هنا لم يجد بدا من أن يقتلهم وأن يفعل بهم ما فعل رضي الله عنه نشاهد أننا إذا أردنا أن نقضي على مثل هذه التنظيمات لابد أن نفسح المجال للحركات الإسلامية السنية أن يكون لها مكان وأن يكون لها موقعها السياسي وإذا انتخبتها الشعوب واخترتها الشعوب أن تترك لها المساحة الكافية لإدارة بلادها وحكمها ثم نفسح المجال للعلماء الذين يعرفون الدين ويفقهون أصوله وفروعه ليوصلوا للمسلمين أحكامهم بشكل صحيح كنت معنا هنا في الستوديو نشكرك جزيلا شكرا الأستاذ مصطفى البدري الخبير في الجماعات الإسلامية شكرا لوجودك معنا